أولا السيادة ثانيا السيادة ثالثا لكم يبدو جدي النبرة عندما يتحدث رئيس الحكومة عن السيادة لكن سؤالا بديهيا قد يتحدث به العراقيون عن أي سيادة يتكلم وهل ترقع الخطب والتصريحات والمؤتمرات الصحفية خروقا لم تعد خافية على أحد أم أن مفهوم السيادة الوطنية يمكن أن يتجزأ فيعمل به أحيانا مع واشنطن ويعطل كما هو الحال مع إيران التي لا تخجل من الحديث علانية عن سيطرتها على العراق حوار استراتيجي بين الحكومة والولايات المتحدة تحدث به الكثيرون على أنه ندي بحت وسيبحث ملف خروج القوات الأمريكية وتلك معضلات لا تحل بالنظر إلى أن الطلب قدمه موالون لإيران في وقت تصاعد العداء بينها وبين واشنطن استمر الحوار حتى أثمر عن أحاديث دبلوماسية لم يوجد وللانسحاب الأمريكي ولم تحجم الميليشيات كما ظن البعض بل تعهدت حكومة الكاظمي بحماية القوات الأمريكية من الهجمات التي تستهدفها في التاج ومطار بغداد وغيرها من الأماكن غير أن هذه المسؤولية تصطدم بصخرة الواقع كيف للحكومة أن تحاسب مطلقي صواريخ وهم أعضاء بميليشيات وأحزاب يشكلون أركان الحكومة ودعمها موقف ضعيف يفتقد للموازنة فضلا عن السيادة تقع فيه الحكومات المتعاقبة بين مطالب طهران وواشنطن النائب في البرلمان باسم خشان أكد أن الحكومة في بغداد على علم بالجهات التي تقف خلف عمليات قصف السفارة الأمريكية وقصف المعسكرات التي تنتشر فيها قوات التحالف لا سيما أنها مرتبطة بقوة سياسية ولها تمثيل في الحكومة ولعل ذلك يظهر جليا باستمرار الهجمات على مواقع تتمركز فيها القوات الأمريكية ما ينزع مصداقية الكاظمي ولن تكفي الصور التي تعرضها الحكومة لمنصات الصواريخ لحفظ ماء الوجه ترجمة نانسي قنقر